أزمة كبيرة ملف سد النهضة مصر بتستخدم كل أدواتها الدبلوماسية خلال الأيام القليلة اللي مضت والأيام الحالية عشان يخرج القرار من مجلس الأمن بالمطلبين المصريين اللي هو الالتزام بإعلان المبادئ مفيش اتخاذ قرار وحادي أي منفرد بملء الساد وإن مجلس الأمن يبقى حاضر في المفاوضات السلاسية طيب عندي مناجرة بس لازم أقولها لأنه وعدت أهلين الفلاحين في الشرقية بيشتكوا من مبلغ تقنين الأرض الزراعية اللي فرضتها الحكومة على الفدان دول فددين هم استصلحوها فالحكومة قالت لك عايز تقنن الدين 150 ألف على الفدان دفعات يعني الدفع الأولى 15% بما يعادل 22 ألف وأهلين في الشرقية اللي استصلحوا الأراضي بيقولك ما معناش المبالغ دي يريد تخفضوا المبالغ خاصة أن دي كانت أرض سحراء وإحنا كنا بنزرحها ونستصلح أيضا عندي شكوى من رئيس جمعية مستثمري الصعيد بيكلم على أنهم استخدموا رخص لبناء مشروعات استثمارية في مركز مدينة منفلوت على أرض السكة الحديد ولكن مجلس المدينة قال لهم لازم تعمله جراشات فهو بيقول قرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيجعل الجراشات في عواصم المدن القبرى لكن مش في المراكز وبيقول لك إحنا دلوقتي ماضين على التعهدات وموعيد استلام وهنخسر الجلد والصق وبيناشد رئيس الوزراء التدخل أحمد سيد وهبة رئيس جمعية مستثمري الصفا بأسيود أطلع فاصل قصير بعد الفاصل نرجع لكم الأخبار ده نعرف الدهب ده رايح فين الدهب خلاص الواحد وعشرين بتتكلف في 800 جنيه وبكلام إنه حينتهي في ديسمبر على ألف جنيه يا نهرب يا دلعال كده مش هتتجاوز